بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسالك باسمك العظيم الأعظام الأعزل جل الأكرام الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحان وإذا دعيت به على مغالق أبواب الأرض للفرج الفرجان وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرات وإذا دعيت به على الأموات للنشور تشرات وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء كشفات وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصواد ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزول وبمشيئتك وبمشيئتك التي دعن لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنات بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلة وجعلت الليلة سكنان وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينتا ورجوما وجعلت لها مشارقا ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومسابيح وقدرتها وقدرتها في السماء منازلا فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحسنتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرءا واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غماء من نور فوق تابوت الشهادة في عبود النار وفي طور سيلاء وفي جبل حور في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجراء وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل الباحر وفي الملجسات التي صنات بها العجائب في بحر سوف وعقدت ما البحر في قلب الغمر كالحجار وجاوزت ببني إسرائيل الباحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأوركتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعونا وجنوده ومراكبه في اليام وباسمك العظيم الأعظم الأعز لجل لأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعينا بأسمائك فأجابت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلباء بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي يقمت بها على الآلمين وبنورك الذي قد خر من فزعي طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريعك وعزتك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور نور وحمدت به في السماوات والأراضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سينا فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في ساعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهم السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهم السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهاد وآمنا به ولم نراه صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير اللهم بحق هذا الدعاء هو بحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيره صلي على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخار ووسع علي من حلال رزقه وكفني مؤونة إنسان ساو وجار ساو وقر ساو وسلطان ساو إنك على ما تشاء قدير وَبِكُلْ شَيْءٍ عَلِيمٍ عَمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذَا الدُّعَاءَ تَفَضَّلْ عَلَى فُقَرَاءِ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالْغِنَا وَالْثَرْوَاءِ وَعَلَى مَرْضَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالشِفَاءِ وَالصَّحَاءِ وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعترته الطائرين وسلم تسليما كثيرا اشتركوا في القناة